حاجة يعني نقدر نعمل شد رطف كده في كل المناطق بالزبط ما عندنا اشأة اي مش كده طبعا وأشهرها طبعا كمان الوجه الوجه بقى طبعا ان شاء الله في حلقات تانية نتكلم عليه باستفادة الوجه ده طبعا يعني الوجه والرقبة طبعا برضو من الحاجات اللي ممكن نعالجها ونمكن نعمل شد تراهولاتها بطرق مختلفة وحديثة على فكرة معنا صورة لشد تراهولات الفاخدين نحب حضوات برضو نشوفها ونوريها للمساعدة المشاهدين زي ما احنا شايفين طبعا هنا التراهولات في السيدة دي وصلة لحد تحت خالص يمكن بس الصورة ممطوطة شوية الفوق لكن هنا الفرق واضح ان احنا قدرنا هنا من الجرح طبعا على فكرة ده الجرح ده أعلى الفاخد ده الجرح الصغير الجرح الصغير ان احنا نشد التراهولات لحد فوق وعملنا معها ليبوساكشن عملنا شفت شفت كمان فبالتالي شفت عملنا ديفونيشن لي الفاخد من تحت وقدرنا ان احنا التراهولات اللي هي موجودة فيه أعلى الفاخد نشدها فبالتالي نحس طبعا بالفرق كويس نصير قوام فعلا نعمل شيفينج للموضوع الزبط طيب بعد العملية بقى احنا عملنا كل العملية شد الجراحي ازاي التعليمات اللي حد تدها لهم بعد العملية هنا احنا بنتكلم على عملية جراحية تجميلية بيبقى فيها جروح الجروح دي بنهتم جدا جدا ان هي تلتقم على أحسن وجه أول حاجة فيه ظروف العملية ان هي نستخدم تقنيات حديثة ونستخدم خيوط عالية الكفاءة احنا بناخد وقتنا جدا في تقفيل الجروح عشان يبقى شكلها فعلا أحسن ما يمكن بعد العملية لازم الغيار المستمر الغيار ده الحقيقة انا هنا باعتبره كأنه عملية بالضبط يعني احنا ده من لنا مقولة الغيار بتاع عملية الشد لا يقل أهمية عن العملية ليه طريقة مختلفة مش اي حد يعرف يعمله لازم الجراح نفسه اللي عمل عملية هو اللي يغير موضوع ان هو يعمل عملية واحد تاني يغير ده كلام ده اللي بنتك منه كوارث لان لو الجرح ده حصل فيه اي مشكلة فتح حصل فيه التهاب او تلوث الجرح يبقى شكل وحس الحاجة التانية زي ما قلنا الجرح لما يلتقم هنسيبه لا بنتعامل معاه فيما بعد من خلال الطرق المختلفة زي الكريمات الموضوعية السليكون او الليزر لبس الكرسي ده مهم جدا عشان يلم التراهولات ويحصل التقام كامل